شاركت الفرقاطة صبحة التابعة لسلاح البحرية الملكي البحريني في فعاليات التمرين البحري المشترك القرش العربي 14 الذي اختتمت فعالياته اليوم حيث تم تنفيذه من قبل قيادة قوة الواجب المشتركة للتحالف البحري الدولي ويهدف التمرين الذي جرى تنفيذه في الجزء الشمالي من بحر العرب خليج عمان إلى التدريب على عملية ترسيخ الأمن البحري وضمان الاستقرار في المنطقة وتدعم أواصر التعاون العسكري في هذا الشأن ويعد التمرين من أكبر التمرين التي تجريها قوة التحالف الدولية في المنطقة والتي شاركت فيه إلى جانب سلاح البحرية الملكية البحريني قوات بحرية من الدول الشقيقة كالمملكة العربية السعودية ودولة الكويت بصفة مراقب إلى جانب القوات البحرية للدول الصديقة ومنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية وقد اجتمل التدريب التمرين على تدريب القوات البحرية على كافية التعامل مع مختلف التهديدات البحرية فضلا على تطبيق التشكيلات وتنفيذ المناورات البحرية بالإضافة إلى التدريب على مكافحة الإرهاب البحري